إذن وصلنا إلى التحدي الخامس في حلقة كورا هذا المساء هذا التحدي مواجهة لاعبين مهاجمين أمام مدافع واحد وحارس مرمى من يسجل أكثر عدد من الأهداف بشوط واحد دقيقتين ونص هو من سيحسم هذا التحدي صافرة البداية مع الكابتن حبيب جعفر شباب عندنا نواة 2 على 1 انت تقطع الكورا سلمها اليهم خمس دقيقتين ونص بعد دقيقتين ونص كم هدف تقدر تسجل زين شباب يلا صير التدفع الكورا لكم أحبتي إلى التحدي الخامس لكن هنا تحدد جبابي إلى تحدي كبار هنا من يبحث عن الأخبار اوهو ابداعات ولا أحلى ولا أجمل يا عيني يا عيني اثنين ضد واحد اثنين ضد واحد قلب نفسجي بمواجهة المارد الأسود لكن شاهد وتابعي يا عيني على روحة أداء ابداعات ولا أحلى ولا أجمل شاهد وتابع كتيبة ولا عبين أبناء منتخب يا عيني يا عيني يا عيني جعفر علي جعفر جعفر يا عيني اوهو ابداعات حر وروعة حر يا عيني شاهد وتابع يا عيني لمسة ولا أحلى ولا أجمل اثنين ضد واحد في المارد مقور مرت لكن شاهد وتابع ما زال الصراع من أجل بقاعم صراع جبابرة صراع كبار أمام أنظار اللجلة التحكيمية هنا الأصادير هنا المبدعين يا عيني مرت 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 وكم مرت شاهد وتابع الابداع والروعة كورتين على أرضية ملعب في قانون كرة القدم لا وجود لكورتين على أرضية ملعب الكرة الثانية في المارد مقور هدف ثاني للمنفسة يا عيني الصقور يبحثون بأن يحلقون عاليا الإبداع والروعة الإبعادية والاستمارية ما زالت لكثيبة الصقور يبحثون عن غلة كبيرة يبحثون عن أهداف كثيرة لكن شاهد وتابع ما زال دفاعاتي وصلابة لعبين أبناء الصقور أبناء السيد علي الشاهد وتابع إبداعاتي كبار وروعة كبار يا عيني دونها يا أبو الشامس دونها صورها يا أبو الشامس صورها في المارمقور آهو أني إنقاذ يأتي لكن شاهد وتابع الصقور يبحثون ينتظرون في المارمقور حاطها قول كرة كالمطر على أرضية ملعب لكن كورتين لا ممنوعة الكرة ما زالت لأقدام الصقور يبحثون عن الرباعية يبحثون عن الرباعية وحدة وثنين ثلاثة في المارمقور لكن مرة عدت مرة أخرى نشاهد ونتابع إبداعاتي كبار يا عيني في المارمقور دونها يا علي سالم دونها يا علي سالم شاهد مباراة استثنائية مباراة خيارية الإبداعي والروعة يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني مباراة ولا أحلى ولا أجمل شاهد وتابع إبداعاتي كبار لكن هنا صافرة من حبيب جعفر بنهاية المرحلة الخامسة أحبتي ما زلنا بالتحدي الأخير لكن هذه المرة لصقور أبناء الداخل يا عيني يا عيني يا عيني غيث يدافع عن الخشبات الثلاثة غيث يدافع على طريقة كبار يبحث ويتمنى المتابعة تأتي في المارمقور لكن حظ الرأي يسجلون الأولاني كتيبة ولاعبين أبناء الداخل أبناء سيد علي التحضير في المارمقور غيث غيث ما زال جدار برلين ما زال يحمل عرين لكتيبة ولاعبين أبناء الصقور يا عيني يا عيني غيث بإبداعاتي كبار على طريقة كبار على طريقة ثاني 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 للداخل ثاني لكتيبة منتخب الداخل يسجلون الثاني لكن الثالث ممكن لكن إبعاد من غيث حلوة غيث ما زال يدافع عن الخشبات الثلاثة جدار برلين يحمل عرين لكن الاختبوط هنا يا عيني يا عيني يا عيني حر اهتز الشباكة للمرة الثالثة حر الكرة الرابعة المتابعة تأتي في المرمى قول ربعية تنيذا لكتيبة السيد علي منتخب الداخل يا عيني واحدة اثنين ثلاثة في المرمى قول يا روع حالس المرمى حر والتألق الواضح لكتيبة حراسة المرمى المتابعة تأتي التمرير في المرمى قول التحضير هي قول هي قول مرت مرت بسلام مرت بأمان مرت بسلام مرت بأمان على الشباك وكتيبة الصقور مرت لكن استمارية لكتيبة ولاعبين أبناء الداخل يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني أهداف وdaughter وأهداف لكتيبة ولاعبين الشيد من مرمى قول الاستمارية تأتي وكتيبة الداخل يضربون بيد من حديد يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني حامد ما زال كتيبة ولاعبين أبناء الداخل يبحثون وينتظرون اكتساحا كبير اكتساحا كبير اكتساحا كبير للداخل يا عيني يا عيني يا عيني علي سالم دونها لكن مع صافرة حبيب جعفر النهاية إذن شاهدنا التحدي الخامس والأخير في سهرة كورة هذا المساء من سيحسم هذه التحديات سينتقل معنا إلى المرحلة الثالثة مشاهدة